جزى الله عن سيدنا محمدا ماهو أهله تاخد الهدية؟ الهدية أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء وكذا الخطيب البغدادي في تاريخه عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه وعلى جده أفضل صلاة وأسكى سلام أنه قال أن ضامن لمن قرأ هذه العشرين يقصد عشرين آية أن يعصمه الله من كل سلطان ظالم ومن كل شيطان مارد ومن كل سبع انضار ومن كل لص عاد احفظ العشرين آية دول عشرين آية سهلين أوي سيدنا الحسن بن علي بيعطيك هدية النهاردة غالية لو أنت حفظتهم ربنا نجيك من كل سلطان ظالم ومن كل لص عاد ومن كل سبع انضار ومن كل حاسد ومن كل حاقد ومن كل شر إن شاء رب العالمين إيه هم العشرين آية اكتب ورايا أول حاجة كلنا حفظينها آية الكرسي طيب تاني حاجة ثلاث آيات في صورة الأعراف ربنا بيقول فيهم في عجلة إيه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوش الليل النار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب الموتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين دول ثلاث آيات في صورة الأعراف طيب وبعد كده أول عشر آيات من صورة الصفات من أول قول الله تعالى والصافات صفة لحد قول الله تعالى شهاب ثاقب طيب وبعد كده ثلاث آيات في صورة الرحمن اللي هم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أجواض من نار ونحاس فلا تنتصران دول ثلاث آيات في صورة الرحمن وبعد كده آخر ثلاث آيات في صورة الحشر من أول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لحد آخر الصورة العشرين آيات دول اللي اقرأهم حتى لو في مس أو سح ربنا يزيل عنه ببركة الله ثم ببركة وصية ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر